أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى لجنة مشتركة لدرسته وإعداد تقرير بشأنه وخلال الجلسة العامة وفق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى لجنة مشتركة لدرسته وأعداد تقرير بشأنه وحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية الجلسة شهدت أيضا موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فالموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف شكرا موافق حيث إنه قد توفرت الأغلبية لازمة للموافقة على هذا المشروع بقانون لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا وخلال الجلسة تم استعراض عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي الصناعة هي مستقبل الشعوب مع الوزير إحنا عندنا في الصعيد أصبح عندنا شريان اسمه الطريق الغربي محتاجين يبقى فيه مناطق صناعية على الطريق الغربي معظم المناطق الصناعية متمركزة على الطريق الشارع وعندنا محتاجين يبقى فيه مناطق صناعية للتصنيع الزراعي الملف الاقتصادي هو أهم الملفات والتحديات الاقتصادية اللي بتواجه الدولة المصرية حالياً مع التحديات العالمية نتكلم على توطين الصناعة توطين الصناعة المصرية تواجه العديد من التحديات أولها نحتاج خطة وزارة التجارة والصناعة في خطة العملية لتوطين الصناعة والاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية الموجودة حاليا عندنا محور اتعامل في عهد فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم نستغله ولازم سرعة وجود حلول للمنطقة الصناعية بواد السرارية في المقابل ردت الحكومة بالتأكيد على الآثار السلبية على قطاع الصناعة لما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 مشيرة إلى الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي وبالتالي أثرت على الاقتصاد المحلية من بينها فيروس كورونا مرورا بارتفاع أسعار السلع العالمية وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن قيام الدولة بإجراءات لجذب الاستثمارات وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة الكرارات والقوانين التي تهم المواطن فضلا عن تقديم تشريعات تساعد الحكومة على أداء واجباتها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين اشتركوا في القناة